شيئاً فشيئاً تضيق الخيارات أمام جهود احتواء التصعيد العسكري في مدينة الحديدة ومعها يضيق هامش التحركات الأممية على خلفية مقترحات للحل تقدم بها مبعوثها مارتين جريفث إلى الأطراف بهدف حملها على الذهاب مجدداً إلى طاولة المفاوضات ففي الرياض سلم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر إلى المبعوث الأممي رد السلطة الشرعية على المقترحات التي سبق وأن تقدم بها خلال لقائه الرئيس عبد ربو منصر هادي في عدن مؤخراً والتي تتركز حول الوضع في مدينة الحديدة بحسب وكالة الأنباء اليمنية لا شيء جوهري في الرد الحكومي على مقترحات جريفث فقد أعاد رئيس الوزراء تأكيد السلطة الشرعية على أن السلام العادل والشامل يأتي وفقاً للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف في الوقت الذي يتحرك فيه المبعوث الأممي في منأة عن هذه المرجعيات على ما يبدوه المبعوث الأممي رد على رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة على التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة وستؤكد على الجوانب الإنسانية لليمنيين المتضررين على حد قوله وكان اللافت في لقاء رئيس الوزراء بالمبعوث الأممي هو غياب وزير الخارجية خالد اليماني الذي بدأ الأحد زيارة إلى أبوظبي لم تعلم من قبل وقبل أن يلتقي نظيره الإماراتي التقى الوزير اليماني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عملية الإغاثة مارك لوكوك وأكد له أن العمليات العسكرية في مدينة الحديدة هدفها الأساسي هو عدم إلحاق الدمار بالمدينة والسكان والمشاءات المدنية وأن الجيش الوطني لن ينجر إلى حروب شوارع كما سبق وأن أكد الرئيس هذا من قبله وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش أطلق من أبوظبي تغريدات أكد فيها أن التقدم في الساحل الغربي سيتوجو بتحرير الحديدة وأن التحالف ينتظر فقط جهود المبعوث الأممي نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة في ظل آمل بأن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم على حد قوله مؤشرات الميدان كما هي مؤشرات الجهود السياسية تؤكد حتمية المواجهة في الحديدة لكنها على ما يبدو لا تشير إلى نهاية قريبة للحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر